السلام عليكم متابعي دراما سبورت بعد قرعة كأس آسيا كنت في انتظار شي تصريح من الكادر الفني للمنتخب الوطني للمنتخب السوري لأن حابين نسمع آراء الكادر الفني بخصوص مجموعة منتخبنا بخصوص التحضيرات فيما يخص كل ما يتعلق بالمنتخب لأن إلا فترة ما عم نسمع صوت هذا الكادر الفني ولكون مساعد مدرب منتخبنا محمود فايز المدرب المصري المساعد لهكتور كوبر كان موجود بقرعة كأس آسيا فصرح حول المجموعة وحول التحضيرات لالإعلامي محمد الجزار رح نحكي بهذا الفيديو عن تصريحات مساعد مدرب منتخبنا محمود فايز كيف شايف مجموعة منتخبنا وكيف عم يتحضر المنتخب لبطولة كأس آسيا بقطر لكن قبل مرفوض بكل هالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل شوف يا صديق العزيز رح أبدأ بنقطة نقطة حول تصريحات الكابتن محمود فايز ورح يعني نحكي عن كل نقطة على حدة ونشرحها بهذا الفيديو أكد الكابتن محمود فايز على صعوبة مجموعة منتخبنا ببطولة كأس آسيا مجموعة منتخبنا اللي بتضم استراليا منتخب أسباكستان ومنتخب الهند أكيد ومندون شك مجموعة منتخبنا صعبة أنا حكيت بفيديو قرأة المنتخب بأن نحنا بمجموعة صعبة في ناس قالوا مجموعتنا هي مجموعة الموت وانت حكيت عن مجموعة العراق بأن هي مجموعة الموت طبعاً الاختلاف بالآراء أنا شايف مجموعة العراق هي مجموعة الموت اللي بتضم اليابان وبيتنام والهند وكمان أنا ما حكيت بأن مجموعة منتخبنا سهلة أنا قلت بأن مو حابب شوف منتخبات عربية بنفس مجموعة منتخبنا لأن دائماً ببطولات كأس آسيا وبالبطولات المجمعة ما بعض شو عم بيصير فينا لما بنواجه منتخب عربي سواء منتخب الأردن أو أي منتخب عربي ممكن منتخب السعودية الوحيد اللي لعبنا معه بكأس آسيا بالـ 2011 وعملنا نتيجة إيجابية وحقنا الفوز لكن بشكل عام لما بنواجه منتخبات عربية بنعاني ولما بنواجه منتخبات ممكن من شرق آسيا بنعمل بعض النتائج الجيدة فأنا من ناحيتي أنا بحب أن نواجه منتخبات مختلفة عن المنتخبات العربية هذا الشعور لكن كمجموعة أكيد أنا متفق مع محمود فايز هو متفق مع الكابتن في رأس الخطيب من مجموعتنا صعبة لكن ما أنا مستحيلة وما أنا مجموعة الموت أنا شايف مجموعة العراق وفيتنام واليابان وأندونيسيا هي المجموعة الأصعب طبعا هاي اختلاف بوجهات النظر وبطبيعة الحال ما رح يحكي محمود فايز من مجموعة سهلة ونحن ضامنين التأخل يعني ما في مدرب من كل المنتخبات رح يحكي لك عن أي مجموعة بأنها سهلة رح يقول مجموعة صعبة الشيء الثاني اللي حكي عنه محمود فايز بأن احنا رح نوصل لقطر بكامل الجاهزية الفنية والبدنية يعني ما حكي عن طموح التأهل من دور المجموعات بقدر ما حكي بأن احنا لازم نكون جاهزين من ناحية البدنية والناحية الفنية هذا أمر مهم جدا أنت لما بتكون جاهز بالفعل بدنيا وفنيا فهون ممكن توصل وتتأهل من دور مجموعات المهم الشيء اللي شغال عليه هيكتور كوبر ومحمود فايز والكادر الفني بنلازم نكون جاهزين من ناحية الفنية والبدنية وهذا أمر مهم وأنا متفق فيه مع محمود فايز بشكل كبير بنلازم نوصل لهاي البطولة ونحنا جاهزين هلأ أنا بتمنى من الكادر الفني حتى يخلي المنتخب جاهز زهنيا نحنا مشكلتنا الأساسية بالبطولات المجمعة ما للمشكلة الفنية يعني ما بتحكي عن لعيبة منتخب سوريا لعيبة منتخب سوريا مو أقل من باقية المنتخبات العربية وحتى الآسيوية لما بتلاقي عمر السومة صار هداف قارة آسيا لما بتلاقي عمر خريبين أفضل لاعب بآسيا بال2017 منتخبنا ما مانو سيء منتخبنا حتى كلاعيبة مغتربين ولعيبة محترفين محمود المواس الموسم الماضي كان هداف الدور العراقي فهد اليوسف أحد أفضل اللاعبين بالدور العراقي محمد حلاء بالدور البحريني متألق نحنا عم نحكي فقط عن الخليج والعراق إذا حكينا عن المغتربين فيه آياز عم بيقدم مستويات جيدة فيه محمد عثمان فيه وليفر كاسكاو في عمار رمضان فيه 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 لعيب ومميزين يعني من ناحية الفنية انت ما رح تلاقي صعوبة من الناحية البدنية إن شاء الله ما رح نلاقي غيابات لكن مشكلتنا الأساسية الناحية الزهنية لازم يشتغلوا على الناحية الزهنية ويشددوا على هذا الموضوع زهنيا منتخبنا يفتقد لموضوع التأخل من دور مجموعات انت بتحتاج لحالة زهنية جيدة وهذا الشي اللي بيفتقدوا منتخبنا بشكل كبير الشي اللي كمان حك عنه الكابتن محمود فايزبن هو بانتظار مساندة الجمهور السوري ببطولة كاساسيا هذا الشي يعني أنا ما بظن أنه لازم يتوصى فيه المنتخب السوري يعني من أكتر المنتخبات اللي بيساندها الجمهور يعني أنا بشوف منتخبنا مع منتخب العراق من الناحية الجماهيرية سواء بقطر أو بالإمارات أنت بتلاقي دائما المقاعد محجوزة الجمهور السوري بالمقاعد المتوفرة راح يكون موجود ومساند فبالتالي موضوع مساندة الجمهور السوري ونحن بانتظار مساندة الجمهور السوري هذا الأمر مفروغ منه نعم الجمهور السوري ممكن من أكتر الجماهير اللي تأزت من المنتخب السوري لكن لما بتصير مباراة للمنتخب بتلاقي أول جمهور حاضره والجمهور السوري جمهور عاشق لكرة القدم فبالتالي ما بظن لازم يتوصى أو نوصي الجمهور بحضور كأس آسيا أساسا رح يكون موجود وبشكل كبير وعد الكابتن محمود فايز مساعد مدرب منتخبنا بتقديم أداء مميز ومشرف بكأس آسيا هلا أنا من ناحيتي بموضوع تقديم أداء مميز ومشرف بكأس آسيا بالمطولات المجمعة أنا بدي أتأهل من دور المجموعات يعني بدي أتأهل من دور المجموعات كيف ما كان شلو ما كان إن شاء الله بأي طريقة كانت بدي أتأهل من دور المجموعات حابب شوف منتخب سوريا متأهل من دور المجموعات فبالتالي إن شاء الله يكون التأهل مع الأداء المميز والأداء الجميل والروعة هلا غالبا أنا مع هيكتور كوبر ماني حاسس بأن رح نشوف أداء لكن ممكن نشوف نتائج فإن شاء الله هو يواعد بموضوع الأداء واللعب الجميل ببطولة كأساسية بس خلونا نكون مقتنعين بأننا بدنا نتأهل بدنا نكون جاهزين بالحالة الزهنية اللي حكينا عنها أكتر من كون نقدم أداء ونعمل كرة ونعمل شو هذا الأمر غير موجود ونكون صريحين فيه نحن هلأ بحاجة أنه نعمل أول خطوة بالطريق الصحيح أنك تتأهل من دور المجموعات هاي أول خطوة للرياضة السورية وللكرة السورية أنك تتأهل من دور المجموعات بكأس آسيا خطوة إلى الطريق الصحيح ما فيك تبني على أي منتخب إذا ما بدأت بتحقيق بعض النتائج الجيدة هاي النتائج الجيدة هي اللي بتخليك ترتاح نفسيا وتشتغل أفضل بالسنوات القادمة الآن حكى الكابتن محمود فايز عن برنامج مكثف عم بيحضر له هيكتور كوبر لمباريات ودية مع منتخبات بمستويات مختلفة كيف يعني بمستويات مختلفة؟ يعني ممكن نلعب مع منتخب قوي منتخب صاحب سمعة جيدة بآسيا أو حتى بإقارة أخرى ومنتخب ضعيف يعني إذا شفت بأن نحن عم بنواجه منتخب نوعا ما ما منتخب قوي هذا الأمر عادي جدا نحن بنحتاج أساسا لبعض المباريات الودية بأيام الفيفا مباريات نوعا ما تكون سهلة للمنتخب ما تكون سهلة بشكل كبير لكن المنتخب يكون قادر على عمل بعض الخطط بعض أساليب اللعب المختلفة نلاقي إمكانية لتسجيل أهداف نلاقي إمكانية لتنفيذ بعض المهام التكتيكية بالمباراة قدام المنتخبات القوية صعب جدا نتنفذ بعض الأمور التكتيكية لأنك أنت أحيانا بتكون بحالة صعبة قدام هذا المنتخب اللي هو أساسا عم بيمارس عليك الضغط فمحمود فايز أكد بأن في برنامج موجود لدى هيكتور كوبر هذا البرنامج في مباريات مع منتخبات بمستويات مختلفة يعني عادي جدا أنك تلاقي منتخب نعم بيواجه منتخب بتصنيف سيء وأنا مع هاي الفكرة أساسا والتصريح الأخير اللي حكى فيه محمود فايز حكى بأن نحن عم بنراقب لاعبين جداد لضمهم للمنتخب أي أن القوائم الحالية القائمة الحالية ليست قائمة نهائية لبطولة كأس آسيا ممكن تنضاف بعض الأسماء الجديدة اللي أساسا ما نضمت سابقا للمنتخب هذا الأمر نحن إلى الآن ما شفنا البوادر لهذا الأمر يعني إذا لقيت أسماء موجودة على صفحات الفيسبوك أسماء رنانة فإنسى الموضوع إذا ما شفت البادرة إذا ما شفت شيء على الأرض موجود فأنا حاليا متوجس من هذا التصريح من رح نضم أسماء جدد للمنتخب لأن ما أنا شايف بوادر فيما يخص هذا الموضوع بالذات بالنسبة لللاعبين المغتربين أو حتى للعيب الموجودين يعني بالدور السوري ممكن تلاقي بعض الأسماء لكن هي سبقوا لعبة مع المنتخب فبالتالي لا يصلح من نقول يعني أنه لعب جداد ممكن ينضموا للمنتخب أو نحن عم بنراقب لعبين جداد ينضموا للمنتخب ممكن ناخد هذا التصريح بعين الاعتبار كتصريح جديد بأن في مراقبة لبعض اللاعبين وفي لعيبة جدد ممكن تنضم للمنتخب لكن أنا لسا ما شفت البادرة الخطوة الأولى تصريح اللاعب الجديد على سبيل المثال إذا كان في لاعب جديد عم بيحكي بأن أنا رح أنضم للمنتخب السوري ببطولة كاس آسيا هو أن ممكن نبني شغلة معينة أما هيك مجرد نحكي كلام من الهواء عن أسماء لاعبين معروفين لكسب المشاهدات أو لكسب التفاعل هذا الأمر أنا بصراحة ضده وما أنا شايف منه فائدة يعني نحن عم بنضيع وقت لأكتر ولا أقل لكن إن شاء الله تكون الخطوة الأولى بهذا التصريح ونلاقي أسماء تكون مميزة على الأقل تنظم للمنتخب ونلاقي قوائم جيدة تليق بيئة المنتخب السوري أنه يشارك ببطولة كاس آسيا على كل حال يا شباب هاي أول تصريحات الكادر الفني بعد قرعة كاس آسيا حبيت أحكي عن هذه التصريحات تصريحات مساعد المدرب محمود فايز هو اللي عم بيتولى شؤون المنتخب من الناحية الإعلامية أكتر من هيكتور كوبر محمود فايز حكيت عنه بفيديو كامل بأحد الفيديوهات فبالتالي فيك ترجع للفيديو الكامل عن محمود فايز وطريقة التعامل مع الإعلام وحتى طريقة التواجد مع هيكتور كوبر بأغلب المنتخبات اللي عم بيشتغل فيها هيكتور كوبر هذا كل شي حاب أحكيه بتمنى أعجبكم الفيديو تكون صحة وخير وسلامة